أهلاً بكم، توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي تأهباً لاستكمال التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 كاميرا رؤية تواجدت في التدريب الأخير للنشامة وأعدت هذا التقرير تأهباً للدخول في معسكر دبي الذي يسبق التصفيات الأسيوية أنهى منتخب النشامة تدريباته الفنية والبدنية في عمان تدريب النشامة شهد احتجاب لاعبي الوحدات لالتزامهم بخوض المباراة المؤجلة من دول المحترفين أمام البقعة إلى جانب لاعبي الفيصل والسلط لارتباطهم بأنديتهم لخوض بطولة كأس الاتحاد الأسيوي أولاً، نحن نقوم بشكل جيد في دبي لإقامة الوائي وفيتنام ثم نحن لدينا ثلاثة مهمة أهمية للتصفيات أتمنى أن أقول للمشاهدين أن يؤمنون أن يؤمنون أن يؤمنون أن يكون 200% من هذا التصفيات ونحن نقوم بشكل جيد للمشاهدة للمشاهدة ونحن نقوم بشكل جيد للمشاهدة التدريبات شهدت تواجد كل من نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة مروان جمعة وسمر نصار أمين عام اتحاد الكرح الذين نقل تحيات سمو الأمير علي وأكدوا ثقته بتأهل النشامة للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم حبينا اليوم نتواجد مع المنتخب وننقل تحيات سمو الأمير علي لللاعبين المقملين على هذا الاستحقاق الهام صحيح رحلة إعدادهم كانت صعبة، العام الماضي كان فيه إيقاف طويل بسبب جائحة كورونا بس ابتداء من أول العام كان فيه عدة معسكرات، أربع معسكرات تدريبية ولعبوا حوالي 12 مباراة ودية بعتقد أن الاتحاد وفر لهم البيئة الملائمة للإنجاز وإن شاء الله يحالفهم الحظ بالتصفيات لعب النشامة أكدوا أنهم سيقدمون أفضل ما لديهم في التصفيات على الرغم من ضغط جدول مباراة التصفيات مشيرين إلى أن هدفهم هو الوصول للمونديال أول شي بسم الله الرحمن الرحيم بدي أحكي لكم أنه أول شي سيكون معسكر طويل 35 يوم أتمنى من الجمهور والإعلام أنه يكون معنا واقف وساندنا بهذه الفترة برجع بحكي لك أنا حكيتها أكثر من مرة أنه ما رح نقصر بحق الجمهور الأردنية رح نفرحهم بإذن الله بكل ما أتينا من قوة رح نتمرن بكل ما أتينا من قوة حتى نطلع بالبطولة جاهزين عنا الكوتش بيتال، الكوتش كريم، الكابتين وسامة، الأمور كلها عنا تمام تمام إن شاء الله ما رح نقصر بحق الجمهور رح ندخل بطولة مستعدين، نقدم اللي علينا والباقي كله على رب العالمين مباراتان والديتان سيخوضوهما منتخب النشامة أمام منتخبي الإمارات وفيتنام قبل السفر إلى الكويت تأهباً لاستكمال التصفيات قائن بال والكويت وأستراليا والأمل معلق على خطف بطاقة العبور للدور الحاسم حقق الوحدات فوزاً كبيراً على نظره البقعة بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير محمد في الزرقاء في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من دور المحترفين لكرة القدم وافتتح يزن العرب التسجيل في الدقيقة الرابعة والثلاثين قبل أن يضيف إبراهيم الجوابر ثاني الأهداف في الدقيقة الرابعة والأربعين واختتم أهداف اللقاء أنس العوضات في الدقيقة التاسعة والخمسين ليرفع الوحدات بهذا الفوز رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع فيما بقي رصيد البقعة خالياً من النقاط يحل فريق ليفر بول ضيفاً ثقيلاً على منافسه بيرنلي الليلة في اللقاء الذي يأتي ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويأمل ليفر بول بمواصلة انتصاراته التي حققها في الأوينة الأخيرة في ظل سعي المنافسة القوية بين فريقين ليفر بول وليستر سيتي على المركز المؤهل لدور أبطال أوروبا وإسعى الريدس لتحقيق الفوز والاستفادة من خسارة ليستر أمس أمام تشلسي وعلى الجهة المقابلة يدخل بيرنلي اللقاء بعيداً عن الضغوطات حيث يقع الفريق في المركز السادس عشر برصيد تسع وثلاثين نقطة ما يجعله بعيداً عن المنافسة على مراكز المقدمة وعلى مناطق الهبوط اشتركوا في القناة